دعت نقابة المهندسين إلى حصر ترخيص بناء طابق خامس في التنظيمات الفارغة الجديدة تفاديا لإنهاك البنية التحتية وخلال اجتماع بين النقابة ووزارة الأشغال العامة جرى نقاش حول عدد من المحاور من بينها تنظيم تدريبات أكاديمية وعملية للمهندسين وتحفيز النمو في قطاع الإنشاءات وضبط الشركات الأجنبية العاملة في المقاولات إضافة إلى منح علاوة بقيمة 10% للمهندسين وزارة الأشغال أبدت قبولا لعدة مقترحات وأكدت المباشرة بتنفيذها كما أكدت أن نقابة شريك مهم وستراتيجي لوزارة الأشغال مشيدة بدورها في تطوير القطاع الهندسي محليا وعربيا تحدثنا عن استحداث تخصصات جديدة مع الوزارة وأصبحت ملحة أننا نذهب بهذه التخصصات مثل الصحة المهنية والسلامة العامة وتوكيد الجودة وتنظيم العمل في قطاع المساحة تحدثنا إحنا ومعالي الوزير أن يكون مهندسين مساحة موجودين في كل مشاريع البنية التحتيف في المملكة بالتنفيذ والإشراف موضوع نظام الأبنية الحقيقة إحنا متفقين مع نقابة المهندسين في شتى النقاط اللي ذكروها موضوع الطابق الخامس أنا برضو أؤيد الأخوة في نقابة المهندسين إحنا ما بنقول إنه ما بدنا طابق خامس طابق خامس للمناطق الجديدة اللي يتم بناءها ممتاز يزيد في موضوع استغلال الأرض في الاتجاه العمودي وتوفير الكلفة ماشي لكن في الأبنية اللي موجودة حاليا البنية التحتية فيها شوية صعبة فبالعكس بنزيد المشكلة مشكلة